تعالوا ناخد حضراتكم من الأخبار اللي حصلت مبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة بمشية الله تعالى النهاردة هتبدأ المرحلة الثالثة للموجة التسعة عشر لإزالة التعديات على أرض الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية وهتستمر لحد يوم 26 مارس الجاري سفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة قالت أنه النهاردة هتم تأسير طائرة من رومانيا لنقل عدد كبير من المصرين العائدين من أوكرانيا وقالت أنه فيه جهد كبير بيبذل من سفرتنا في الخارج والدول الحدودية مع أوكرانيا لتسهيل نقل أطلاب وإعادتهم سالمين إلى مصر مرة أخرى النهاردة كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمسة تنظم ندوة بعنوان المهارات الإنسانية وعلاقتها بتحسين جودة الحياة لدى طلاب الجامعة والنهاردة أيضا فينا والفيوم حيتم إطلاق حملة طرق الأبواب لتطعيم رد فيروس كورونا تحت شعار تطعيمك مسئوليتنا وإحميتك مسئوليتنا وحتستمر الحملة دي لحد يوم 15 مارس اللي جاي اشتركوا في القناة